وكأن الأمهات لازم طول الوقت يقعدوا يدعوا لولادهم من ساعة ما يخرجوا من باب البيت رايحين المدرسة لحد ما يرجعوا كل أم فعلا بتعمل كده وهي بتبعت ولادها بتقول يا رب حروسهم بس واضح إننا لازم نكثف دعواتنا شويتين تلاتة وبشكل أكبر قدام مشاكل بتقابل أطفالنا من تأمين لغيزة لغيره ويعني أكيد كلنا طبعا لسه فاكرين حدثة أوتوبيس مدرسة سانجو اللي حصلت على طريق السويس واللي راح ضحيتها يعني ستة منهم أو تلاتة منهم طفل عمرها ست سنوات مبالح كمان بقى الأطفال في مدرستين في البحيرة ووصلوا للمدرسهم بالفعل بس بعدها اتنقلوا على المستشفى على طول وده بسبب اشتباه في تسمم غذائي بعد ما أكلوا الوجبة المدرسية اللي هي عبارة عن فطيرة بالعجوة طيب يا جماعة والله ما تتعبوا نفسكوا كده وتقدموا لهم أكل طلاهم الأكل ده مش سليم خلينا إحنا وربنا يكون أولى بيهم إحنا بنحاول نتواصل طبعا مع أحد المسؤولين علشان نفهم شوية تفاصيل هذه الوقع وقعت التسمم معانا محمود رشاد عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة مساء الخير يا أستاذ محمود وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إحنا محتاجين نعرف مين المسؤول عن اللي حصل للأولاد في البحيرة تحديدا موضوع التسمم ممكن نقول المسؤولية هنا بتقع على مين طيب في البداية بنشكر أسرة البرنامج على هذه الدخلة طبعا المدرسة مدرسة الزيبق سبع قرية كوم القناطر مركز أبو خمص هي مدرسة واحدة العدد 108 تلميذ اللي راحوا إلى المستشفى كل الحالات اللي راحت إلى المستشفى مش حالات تسمم وحتى تشخيط المدائي للتكاترة ما كانش تسمم يعني بجرجة تسمم وده أقول إن فيش جزء من التلوث كان موجود في بعض الواجبات اللي بتتوزع على الطلبة والتلاميذ في المدرسة الاتباعية إحنا أول ما طبعا معرفنا من الأهالي إحنا كانوا بدايرة توصلنا مع المسؤولين بسرعة كنا في المستشفى متشفى بحمص المركزي والأطباء كانوا موجودون وكان فيه إسعافات أولية طبعا تمت وكده وقلقوا محالي الأولاد وبدأ الكشف عليهم آآ في بعض التقطير طبعا آآ من أكثر من جاها كانت موجودة آآ طبعا آآ توصلنا مع كل الجاها الموجودة آآ بسرعة المستشفى المستشفى والحاجات اللي كانت يعني نقطع آآ حاولوا ويوفروها آآ في فتا حقوقات طبعا نيابة تمت في الموضوع احنا النهاردة زورنا المدرسة وتقالنا مدير المدرسة وكان معنا آآ يعني ناس من المستشفى من الإدارة التعليمية كده هي طبعا بتروح لهم بصفة يومية يعني فأنا الوجبة دي عبارة عن معمولة آآ بتروح لهم مغلفة بتروح لهم بصفة يومية انتاج يومي يوم بيومي يعني ما بتخزنش عندهم في المدرسة آآ فده يعني بتنتج فين بتنتج فين يا سيد محمود؟ نعم بتنتج فين؟ بتنتج هو قالوا ان الوزارة آآ متعاقدة مع مصنع له فروح في المحافظات الزمن اللي جاء له فرق عندنا في المحافظة ضمن هونج طردو المعلمة اللي أنا وصلت لها عن طريق مدير المدرسة آآ هل اتفتح تحقيق آآ مع المصنع ولا لأ؟ آآ طبعا النيابة مدرح حققت آآ معاهم وبعتت لهم وتتحقيق مع مدير المدرسة وفي اجراس ميادة طبعا تلنا في الموضوع احنا طبعا لنا واقفة مع آآ كوزار التعليم في التعاقد مع المصانع ديات اللي بتورد للطلبة آآ لنا واقفة مع اللي الحمال اللي حاصل في المستشفى والتقصير طبعا اللي حاصل ان شاهد كان في جزء اللي بتقصير طبعا موجود آآ وإحنا نهاردة توصلنا مع مكتب لسه في مكتب المحافظ خارج الحالم للمكتب المحافظ وكان معنا وكل الوزارة وكنا مكتب وكل الوزارة وزارة الصحة من شوية آآ وبنتقاص له مع مع كل الجهات المعنية بخصير لابد اي انسان قصر وكان يعمل يسلوز وانتقصير لابد انه عاقد ولابد انه يحاسب ان مش اهمال الموظفين واهمال هو مصنع خاص تمام؟ يترتب على آآ يعني حياة ابناءنا كان بالله الحالة كانت حالة آآ يعني آآ يا سياد النائب المصنع اللي بيورد للمدرسة مصنع خاص الوزارة المتعقدة معايا ولا المدرسة نفسها؟ الوزارة المتعقدة آآ الحاجات دي مش حاجات اولاد اشتراها رسلوس مش كن فلا لا مواجبها بتاتاeled اشتراها على الاولاد طبعا احنا حدنا دي عدنا خلوص مائة أو خلوها طالب في المدرسة يعني عدون خلوها طالب الحالات اللي راحت المستشفى حوالة م yellow مش كل الحالات اللي اللي راحت المستشفى في الحقيقة هي حالات يعني حتى عندها اعراض استثامهم الموجودة أو الب cultures المية وثمانية خرج منهم كم طفل من المستشفى؟ كله خرج كله خرج طب انت كعوض في مجلس النواب يعني هتتأكد طبعاً خيشين على أولادهم طبعاً الأولاد في المدرسة الأهالي سامعوا في الجيود طبعاً طيب يا سيادة النائب يا سيادة النائب اسمعني بس أنا عايزة أسألك سؤال انت يعني وكناب عن البحيرة ازاي هتتدخل وانت عوضوا في مجلس النواب علشان تتأكد من عدم تكرار ده في أي مدرسة عندك تتقدم للوزير عن اللي بيورد للمدرسة دي مين والتعافض معها ازاي والإشراف عليها بيكون ازاي ومن اللي بيستلم الوجبات ديك من المصنع ومن اللي بيشرف عليها كلام ده كله لابد انه هيتحاكد فيه طبعاً تمام مشكرك شكراً جزيلاً سيادة النائب محمود رشاد عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة وده كان الخبر الاول معنا